وضعت مصر خطة الطوارق بتبلش من يوم الثلاثة الجاي استباءا للعملية البرية برفح متوقعة خلال أيام بتنص الخطة على تفريغ مستشفيات منطقة كنات السواس وإلغاء إجازات الأطباء للتعامل مع حالات الطوارق بعد بدء العملية البرية كمان نلغط كل إجازات المسؤولية عن ملفات فلسطين وإسرائيل بوزارة الخارجية ابتداءا من أول الأسبوع الجاي للسبب نفسه خطوات مصر مش جاية من تحليلات وتوقعات بل من اجتماع مسؤولية المخابرات المصريين والإسرائيليين لنعقد الأربعة الماضية رغم هالاستعدادات عم تقوم مصر بآخر محاولة لتفادي العملية البرية برفح من خلال مقترح جديد حمله رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل بزيارته لإسرائيل اليوم بشمل المقترح المصري وقف عملية رفح قبل حصوله وتبادل الأسرة والاتفاق عهدنة لمدة سنة بيتم خلالها الإعلان عن خطوات لإقامة الدولة الفلسطينية أولوية مصر تفادي مخاطر عملية رفح من جهة احتمالات تهجير الفلسطينيين لصحراء سينة وسيطرة إسرائيل على المنطقة الفاصلة بين غزة ومصر أما نتنياهو فبعده عم يرفع شروط التفاوض لايفرض استمرار الإبادة لأطول فترة ممكنة ترجمة نانسي قنقر